كان عامل جذب إليه جداً أنا بحب أشوف نفسي في عينه حبيبي الأول والأخير هو أخبرته برضو تربية أحمد زهر لازم يكون بيحبها ويضطق الله فيها وما يزعلهاش مرة واحدة في حياته يعني ده طلبية هوبي ده يعني حبيبي الأول والأخير يعني حب الأول تربية أحمد زهر فأنا فعلاً أنا فعلاً وأخداً منه الحتة دي النواة دائماً بيقول لي ما تقعدش تصغري دور مهما كانت دور قد كده زكلي كويس جداً عشان أنت اللي هتخليه دور مهم بيبقى عنده حاجات كابة يطلعها من بين السطور هو أخبرته برضو عمتاً أنا بحب قوي أنا قيء الدور اللي هيعمل حاجة اللي مهم اللي مفيد لي لبعدين اللي مؤسك في الأحداث حتى لو صغير الورق لما جالي أنا مترددتش لحظة لليه بقى لأن أنا دائماً أنا بحب الإراءة قصاً قوي فأنا لو قريت كتاب وقريت أول صفحتين ثلاثة فيه وزهقت بعرف إن الكتاب ده مش حالو الورق بجد أنا كم معي أول عشر حلقات أولاً لما جوا لي الورق هو أنا خلصتهم في ساعتين ثلاثة وده غريب فكلمتهم قلتهم يا جماعنا هموتوا وعرف إيلا هيحصل فده الواحده كان عامل جذبلية جداً أن أنا أشتغل المسلسل ده وجودي يعني وسط أسدزة طبعاً زي أستاذ وائل فهمي عبد الحميد أستاذ أحمد صبحي المؤلف أستاذ رشا المنتجة ولا نجلة بدر حبيبة قلبي هاني عادل خطير فشتغلتش معها قبل كده بس بجد جميل من فضالي طبعاً يعني وجودي وسط الناس دي كلها حسسني برضو أنه بنعمل عمل حلو فهموا قصدي وهي هم ثلاث إخوات منات علا وإيمان ومريم نجلة ومنا وأنا مريم في الأول بتبقى شخصية مقابلة على الحياة بتحب جداً دراساتها خارجة فنون جميلة فبتحب الرسم والألوان وكذا عايز تدرس برا بس أنتوقية شوية بتخاف ما بتواجهش قوي غلبانة التويست اللي هيحصل بقى في حياتها وفي حياتهم كلهم وبتاعها هو ده اللي شدني جداً لأنني عملت الغلبانة قبل كده كتير بس التغيير حتى الغلباء حتى مريم وهي غلبانة بالنسبة لي مختلفة عن أي حد عملتها قبل كده إنه الورق بجد مفوش ثانية ملل حتى وإنت بتقعي دايماً القرية بتبقى ملل شوية عن لما تتفرج حتى الورق مفوش ثانية ملل فما باي لك لما تتفرج 15 حلقة مجدودين جداً مفوش لوحظة تتاخد نفسك أصلاً سوسبنس أحداث 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 الناس بتحب كده أنا كمتفرجة مثلاً عن نفسي بحب كده ما حب بشعرض مش هبقى بيأكلوا سندويتش جبنا روميا فاق مفيش بط خالص يعني وله عزم أنت أحلى حرحوا ثلاث لنا في حياتنا بجد يعني أحسن وأحن أب في العالم أنا ما شفتش في حنيته فأنا بحب أشوف نفسي في عينه هو دايماً يقول لي أنت تجوهر أنش أحد يستهلك وأنا بقيت مجتنعة بكده إنه أنا لازم يوم ما يجي لي حد ويبقى بجد هو ده اللي يستهيني لازم يقفين من بوبي يعني لازم يبقى بجد محسسني بالأمن زي بوبي بقى بجد بخبره مني زي بوبي يخاف علي زيه كده يعني